الآن كلمة الأستاذ دكتور أحمد بهيد دين رئيس الهيئة المصرية العمال الكتاب فلتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة سعادة السفير أمجد العضيلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف دورة المعرض هذا العام السيد الأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب السيد الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين السادة الحضور معا نلتقي اليوم لنعلن عن الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تأتي برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعارها على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع معا في القاهرة ومن مصر صانعة الحضارة المبدعة فيها المحافظة على قيمها من مصر مهد الكتابة والمعرفة حاملة رسالة التدوير نلتقي لنعلن عن دورة هي الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تأتي ترسيخا لما دونته مصر منذ الأزل عن حمايتها واعتزازها بالمعرفة والكتابة والكاتب مذخط حكماؤها ومنهم إسناب حتب كن كاتبا وحاملا قلم المعرفة حينها سيكون ما قطه قلمك سيعيش أبدا الضهر بهتين العبارتين وغيرهما ستزين أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يأتي ترسيخا وتعزيزا ومرتكزا يبنى على ما تركته لنا الحضارة المصرية المستمرة حتى يومنا هذا نفتتح هذه الدورة معالي الوزيرة وكلنا إيمان بأنه في البدء كانت الكلمة مقرونا بها الفعل قرأ معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام سيكون ساحة نقرأ نناقش نتفاعل نؤدي دور مصر الرائد في التفاعل مع الحضارات الإنسانية ومناقشة ما تنتجه الحضارة الإنسانية عبر تاريخها وما تنتجه اليوم استشرافا للمستقبل هذه الدورة يحل الأردن المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف عزيز بتاريخه وحضارته ونسعد به هذا العام في فعاليات ثقافية وفنية تعكس الحضارة الأردنية وثقافتها هذا البلد العربي الشقيق يشاركنا هذا العام ألف وسبعة وأربعون ناشرا من مصر والبلدان العربية والأجنبية يشاركنا أيضا 53 دولة من بينها دول تنضم إلينا للمرة الأولى إما بأروقة في المعرض أو في الفعاليات الثقافية من بينها المجر والدومينيكان والأرجنتين وكلومبيا هذا العام اختار زملائي وأساتذتي من اللجنة الثقافية وأشرف بوجودهم معنا وأقدم لهم الشكر شخصية صلاح جهين لتكون ضيف شرف معرض الكتاب لتكون الشخصية الرئيسية صلاح جهين ليس فقط اختيارا لأنه مبدع وكاتب وفنان وصحفي ولكنها إشارة دالة إلى أهمية العامية المصرية باعتبارها وعاء من أوعية الهوية والتراث وهذا ما سنناقشه ضمن البرنامج الثقافي إن العامية المصرية باعتبارها قوى ناعمة يعرفها القاسي والداني في المنطقة العربية حق لها أن تمثل في رمز شاعر وواحد من أبنائه واختيار كامل كلاني شخصية للطفل أيضاً باعتباره رائداً من رواد الكتابة إلى الطفل الذي استثمر الثقافة العربية كلها والثقافة الإنسانية ليقدم منتوجاً ثقافياً للطفل هذا العام سيقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب برنامج ثقافي حافل خمسمائة فعالية ثقافية تضم رموزاً وكتابة ومفكرين من مصر وخارج مصر ووضع هذا البرنامج سيكون موجوداً في خمس قاعات القاعة الرئيسية وستضم محوراً يناقش صلاح جهين وكامل كلاني وكذلك المحور الرئيس الذي يهتم بالوعي واخترنا أن نسميه نحن نحن إشارة دالة أن معرض الكتاب يمطلق بالجميع وليس حدثاً فردياً أو يقيمه أفراد نحن نناقش فيها القضايا الأساسية للثقافة والحضارة والقضايا المستقبلية أيضاً كذلك نناقش فيه لقاءات مع كتاب ورموز ومفكرين وفنانين ومبدعين وشخصيات عامة كذلك آثرنا أن تكون هناك قاعة لتسمى القاعة الدولية فيها برنامج ضيف الشرف وكذلك مختلف ندوات من مختلف دول العالم سيناقش فيها الفكر والإبداع من الدومينيكان والمجر والأرجنتين وكلومبيا وغيرها من الدول وروسيا حتى لا أنسى أحداً البرنامج سيعلن خلال الأيام القادمة محاوره الأساسية معكم الصالون الثقافي الذي انضمت إليه معنى مؤسسات وطنية من مصر وخارجها سيكون على رأسها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها والمجلس القومي للمرأة وكثير من المؤسسات التي آثرت أن تناقش قضايا المعرفة والثقافة بوجه عام وتستسمر هذا الحدث الكبير من أجل أن تكون الثقافة ليست منجرد أوعية موجودة في الكتب وإنما هي أفكار تطرح إننا نطرح كل شيء على طاولة الحوار الثقافة ستكون متاحة للجميع الصالون الثقافي الصالون الشعري أيضاً كبار الشعراء وكل الشعراء المصريين والعرب سيكونوا متواجدين بشكل أو بآخر لدينا أيضاً مناقشة لأحدث الإصدارات من الكتب التي أصدرت من دور النشر المصرية والعربية وكذلك الروايات والإبداع السردي الذي سيناقش للطفل نصيب وفير أيضاً وزاد معرفي في صالة خمسة التي تضم كتاب الطفل وتقدم أيضاً فعاليات ثقافية وفنية لهم منها ما هو حديث ومنها ورشاد إلى آخره لكن المعرض هذا العام يؤكد على أن كل المبادرات الوطنية التي انطلقت وتعكس رؤية مصر الوطنية هي موجودة معنا دوي المجلس القومي للمرأة وعي وزارة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي تستثمر هذا الحدث المهم كثير من مؤسسات الدولة ووزاراتها لا أريد أن أضرب مثالاً حتى لا أنسى أحداً لكن نعدكم بدورة متميزة لا تقل عن سابقتها بل تضيف إلى ذلك الرسيد الذي تركه معرض القاهرة الدولي للكتاب معالي الوزيرة كان لها أثر وهي تتابع بدقة تفاصيل هذا المعرض فقد وجهت أن المبادرة التي أطلقتها منذ توليها حقيبة وزارة الثقافة وهي الثقافة والفن للجميع أن تنطلق أيضاً في المعرض فهناك أجنحة مخفضة للكتب لن يزيد سعر الكتاب فيها عن 20 جنيه وهذه الكتب ليست كلها إصدارات قديمة بل ستكون إصدارات جديدة داخل هيئة الكتاب وأروقة وزارة الثقافة أيضاً كان أيضاً توجيه معالي الوزيرة بأن يكون المعرض مساند لقادرين باختلاف سيفتح المعرض أبوابه مجاناً لهم ومرافقيهم وسيقدم خصم من الناشرين لهم خصم متميز ولذلك أوجه شكري لاتحاد الناشرين المصريين وأيضاً لاتحاد الناشرين العرب على كل المبادرات التي سيقومون بها هناك الكثير من المبادرات التي سترونها خلال أيام المعرض بإذن الله كل ذلك يؤكد على أن الإبداع وما ننتجه سواء تمثل في الكتب أو النقاشات الفكرية إنما يؤكد دور مصر الرائد في التفاعل مع الحضارة الإنسانية واستمرارها وأيضاً يؤكد على أن الإبداع رسالة الخالق للإنسان الذي قدر له أن يعمر الأرض متى كان يفكر ويبني وهذه هي رسالة وطننا الخالد الذي طالما علم الإنسانية أن تفكر وتعلم وتبني السيدات والسادة دعوني أتوجه بالشكر إلى معالي الوزير الأستاذ الدكتورة نيفين الكلاني على مساندتها وثقتها ودعمها وتوجيهها ومتابعتها الدقيقة لكل تفاصيل المعرض وأقدم أيضاً الشكر لاتحادي الناشرين المصريين والعرب الذين آذروا هذه الدورة وكل الشكر للناشرين الذين انضموا معنا من مصر وخارجها واثقين في مصر وفي قرائها الشكر كل الشكر لمركز مصر المؤتمرات والمعارض الشريك الاستراتيجي والسيادات اللواء محمد الأمين الذين زللوا كل العقبات لنجاح هذه الدورة كل الشكر أيضاً للشركة المتحدة ممثلة في المهندسة هبا الخولي التي تتابع معنا تفاصيل المنصة الرقمية منذ إنشائها حتى الآن والتي نحملها الكثير كذلك شكر وفير للأستاذ الدكتور أشرف رضا الذي تحمل وهو يصمم بوستر المعرض تحمل ملاحظاتي غير الفنية على الإطلاق برحابة الفناني وسعة صدر الأستاذ أيضاً أتوجه بالشكر لشركة ديميديا والبريد المصري لا أريد أن أنسى أحداً لكن الشكر متصل إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أيضاً وإلى كل شركاء النجاح الذين آمنوا بهذه الرسالة ولا أنسى إلا أن نوجه رسالة إعزاز وتقدير وشكر مملؤين باحترام وتبجيل إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي رعى هذا المعرض وآمن برعايته استكمالاً لبناء الشخصية المصرية وصوناً للهوية تلك الرسالة التي تحملها الجمهورية الجديدة السيدات والسادة كما قالت معالي الوزيرة بسم الله نبدأ هذه الدورة الجديدة وكلنا تظلنا مصر على اسم مصر معاً نقرأ نفكر نبدأ شكراً جزيلاً